شارك معالي الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالي الدكتور نايث الحجرف وزير المالية بدولة الكويت الشقيقة حيث أكد معاليه على مواصلة العمل نحو بناء اقتصاد قوي مستدام من خلال توفير البيئة المحفزة لتعزيز دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام بما يسهم في تحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية ويلب تطلعات المنشودة موضحا معاليه أنه إذا قامت أي حكومة بالاستثمار في قطاع معين فإنها تقوم بضخ مبلغ من المال في اقتصادها ولكنها في المقابل إذا قامت بتطوير بيئة الأعمال لديها فإنها تستطيع بذلك تمكن القطاع الخاص من ضخ مبالغ أكبر من المال في اقتصادها مما يسهم في خلق تأثير إيجابي مضاعف لافتا معاليه إلى أن دول المنطقة نجحت في تنمية وتطوير اقتصادها على مختلف الأصعد وهو ما بينته مؤشرات تقرير البنك الدولي الذي أظهرت المستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه الدول حيث تم تصنيف أربع دول من المنطقة بما فيهم مملكة البحرين ضمن الدول العشر الأكثر تحصنا في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن المبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين على صعيد تنويع قطاعاتها الاقتصادية أسهمت في زيادة نمو القطاع غير النفطي بما نسبته 7% سنويا ليتضاعف حجمه أربع مرات عما كان عليه منذ 15 عاما ويشكل إسهام القطاع النفطي في المملكة ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي منوها معاليه بأن ذلك لم يكن ليتحقق لو لا الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس لتنمية والذي يشكل البحرينيون ثلثي العاملين فيه ما أسهم ذلك في ارتفاع نسبة أجورهم إلى 4% خلال العام الجاري وهو مؤشر على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز المسيرة الاقتصادية بالمملكة كما وتطرق معاليه خلال الجلسة إلى برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 والذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 وما حققه البرنامج في استقرار الوضع المالي بالمملكة وتحسنه واستمرارية دعم النمو الاقتصادي الإيجابي الذي يصب في صالح الاقتصاد الوطني وهو مؤشر على أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج التوازن المالي مشيرا معاليه إلى أن الإحصاءات الأولية خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 أثبتت نجاح المملكة في تنفيذ خطة برنامج التوازن المالي وذلك بخفض مستوى العجز بنسبة 38% وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47% والإيرادات النفطية بنسبة 10% ونوه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن برنامج التوازن المالي ليس معنيا بخفض المصروفات وزيادة الإيرادات فقط بل يهدف أيضا إلى موازات النمو الاقتصادي الإيجابي مع التطور الإيجابي للوضع المالي بما يصم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفضه وقال معاليه إننا نواصل العمل على إطفاء العجز في الدين العام إلا أنه في ظل تمويل العجزات من المتوقع ارتفاع الدين العام ولكننا مستمرون في تنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى تسهيل الإجراءات بما يسهم في فتح آفاق أرحب نحو مزيد من الفرص النوعية الواعدة بما يسهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي ويعود بالنفع لصالح الوطني والمواطن ترجمة نانسي قنقر